ده اللي تبتلعبه طلع عمرك ولا كنت ميزان أقل وزت؟ كنت بلعب 82 وهو ما بدأت كنت بلعب 67 طب ليه اللعبة بدأت اللعبة دي إزاي كنت؟ أنا كنت بلعب السنة رفع الأسكار طبعا هي ريليتر برفع الأسكار هي بنش وقطنية صح؟ بنش ودتليفت وسكوات هم الثلاثة دول؟ طيب ليه بقى كنت رفع أسكار أصلا؟ كنت بلعب فقلي نادي؟ كنت بلعب نادي شاية الدخل شاية الدخل؟ وبعد كده طب إيه اللي وداك الكوار؟ الباور ليفتنج أنا كنت بلعب اللعبت باور ليفتنج سنة 2001 لعبت باور ليفتنج بس؟ اه يعني رفع أسكار وباور ليفتنج؟ لا لا احتزلت رفع أسكار بقى تلعب باور ليفتنج كويس، فعندك خبرة في الاتنين دلوقت؟ اه الحمد لله عند خبرة في الاتنين طب انت دخلت بدولة العالم الثلاثة؟ هلهاف سكوات والباور ليفتنج؟ التلاتة كلها؟ اه باور ليفتن والتلاتة خدت فيهم دهب ولا مجموعهم دهب؟ لا مجموع بتاعهم دهب المجموع دهب؟ اه المجموع دهب اه طيب هما التلاتة بتحلوه في الاخر مجموع واحد ايه ما هو بيجمع انت ممكن تاخد تاني في حاجة بس اول فرق بتبقى المجموع اول في الاخر هو اللي يفرق نعم طيب وبدأت امتى الباور ليفت يعني؟ يعني بدأتها سنة كم بالزبط؟ اه يعني انت عمرك كم دهوقت يا كبت اه 4-4 الله اكبر ما شاء الله ربنا هدي جسة حاجة 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 يعني كويسة جدا 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 طيب يعني شايف الاختيارات شايف يعني يعني شباب المصري يعني يقدر يلعب اللعبة دي هل اللعبة دي مكلفة ولا لازم يلعب رفع اسقال الاول يعني؟ لا 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 الفرق بالرفع اسقال والباور ليفتن ان الرفع اسقال بتمتاز بالمهارة والقوة الباور ليفتن قوة فالسن ما بيفرقش في القوة البدنية بل بالعكس لما بتجبر في التلاتين بتبقى اقوى لعضرة بتبقى اقوى بيبقى الاقوى وللعضم التمل وما بتحتاجش للمهارة اوي زي رفع الاسقال مش تكنيك انما هي عايزة اوة اه اه فعشان كده رفع اسقال بيحتاج للسن الصغير القوة بدنية لما السن بيبقى يدبقى القوة افضل كلمني عن البطولة بطولة الاوروبا المفتوحة شاركت فيها ازاي اتأهلت ديها ازاي يعني كلمني عن اجواء البطولة قبليها رحتها ازاي ولما حصلت عليها حصلت عليها ازاي يعني بناء على ايه نحنا لما عارفين ان فيه الاتحاد المصري بيننزل جدول ان فيه بطولة كاس اوروبا شهري كذا وبطولة العالم شهري كذا نحنンタذر قبلةleo بطولة عملت ايه في تجارب خط اول ما هو لازم بياخده من كل ميزان الأول الأول بس يعني مش مسلا أول تاني ثالث ومش أي أول يعني ممكن كل ياخد أول وما تعملش توتل اللي تحط طلبه ما حاطين توتل مستوى التأهيل يعني ممكن تاخد أول ما تجيبش مستوى تأهيل لا أهم بيحملوا مستوى تأهيل لا عشان مصر بتسافر تنفس على المدليان إنما لو هتروح هتاخد ثالث أو رابع ما يودكش برغم أنت أول تصفيت هنا لو عملت التوتل هتسافر هناك بقى المدينة بيبقى توفية بقى يعني أنت عملت التوتل هنا بيبقى فيه بعد ما بيتخلص التجارب هنا وبتعمل التوتل بيبقى فيه بقى خطة تانية تدريب تاني إن ربنا وفقك هناك عملت معسكر بره أو حاجة لا عملنا معسكر هنا هنا تتمررنوا فين يا كابتل احنا بيتمرر عندنا في الجيم وبقى كده للتحاد بنعسكر في المركز الأولومبي فيه صلع مجهزة في مركز الأولومبي مابودة مابودة لحافظ كوات والباورليفتنج والكل حاجة والبنش وكل حاجة طيب قول لي أوزانك كده يا كابتل يعني قول ما سام بنش بعمل 180 بنش الله أكبر ما شاء الله طيب نقول الباورليفتنج الرفع بالضهر ده لا في المطس ده عامل 295 الله أكبر 295 طيب حافظ كوات 310 الله أكبر يا كابتل بسم الله وشاء الله تتشودي يعني أرقام يعني عالية جدا الحمد لله يعني تقريبا أنت مجموعهم داخل في حوالي 700 كيلو تقريبا 755 755 ما شاء الله ده اللي أنا جبت كنت الحافظ أرقامك بالضبط طبعا هو اللي كان بيدره ماتش طيب قول لي يعني مين أبرز المنافسين يعني أنت كان معاك أكيد حد بنفسك جنسيته إيه اللهم كان الاتنين الجامدين هو لاعب روسيا بتاع الأرض البلد المستضيفة وكازيخستان الاتنين دول كانوا جامدين كانوا جامدين أول طب أنت كنت عارض سامع عنهم ولا أول ما روحت البطولة شفتهم يعني بتبقى عارف أنت هتراحل تلعب مين ولا أنت في البطولة يعني يعني حسب مين اللي جاي ما تعرف لا أولا كده كده رايح عامل حساب للعب روسيا يعني دايما يعرفه لا دايما أن الأرض المستضيفة بتبقى مزبطة نفسها في كل الموازين كل الموازين فبنزاد أن روسيا من الدول اللي هي القوية في الإلعاب الفردية صحيح في رفل أسجال صحيح بطبيعة المناخ اللي هم عايشين فيه طب روسيا خدت تاني بعدك آه خدت تاني يعني زي ما توقعت أنت منافسك مع بطروس طب هو جاب بعيد عنك كم كيلو ولا الفريق أنا دي لا أنا كنت كوّس كوات كوّس كوات آه أنا كوّس كوات رغم أن أنا ما جبت 310 بس أنا ما جبتش الرقم بتاع سأنا جاي في التجارب أو في كاس العالم أبيه 340 طب ليه ما دخلتش بالرقم ده ده السؤال كل مطش بيبقى ليه أجواءه طب مين بيحلقك الرقم كابتن عادي اللي حدد لك ولا أنت بتحدده لك لا كابتن عادي بيحدده من حين التسخين أو الظروف اللي أنا فيها أنا بحدد أيوة أنا عرف بقى كابتن عشان مضاء ده بيحيرني يعني أحدك عرف أنه بيعمل 340 دخلت ليه 310 هقول لي لحضرتك للوقتي أنا بقى بعت بعد إجراء التجارب للمنتخب بفترة طويلة يعني قبل البطولة بشعرين نعم واستقرينا على قوام المنتخب بنبعت الأسماء للاتحاد أو الاتحاد الدولي أو الدولة المنظمة للبطولة نعم بالأسماء بالموازين بالأوزانهم بكل حاجة نيجي في يوم البطولة سافرنا ووصلنا للبلد قبل البطولة بيوم يتم الميزان الميزان بيتم قبل اللعبة بيوم حلو عشان يوزن اللاعب كويس وده بيبقى مندوم الاتحاد الدولي وانتوا وقفين أنا كمدير فني مع الفريق كله خش الفريق المصر كله يوزن يوزن وسجل الرفعات الأولى لللاعب يعني مثلا رفعة الاسكوات هيشيل كام رفعة البنج هيشيل كام في الرفع الأولى ده من قبلها بيوم؟ آه بتقولها بكرة اللاعب بتاعي دخل هيشيل كام آه الرفع الأولى بس حلو الرفع الأولى في الاسكوات الرفع الأولى في البنج الرفع الأولى في السحب لازم يسجلهم عشان يتسجل على الكمبيوتر ويتنادى اسم اللاعب عندما يصل للوزن اللي هو مسجله نعم طب مسلا نقول مصطفى انت فاكرة مصطفى كده أوزنك كام أول ما دخلت؟ يعني أول أول حجة تبهلات كابتن عليك تلتمية تلتمية ده في الهف سكوات في الاسكوات طيب والبنج مية وستين برغم انت جبت مية وثمانين بس مية وحجة وستين طب وفي الباورليفت ميتين وسبين وده اللي حطلك أول طب نجحت فيه والثلاثة نجح فيه نجح فيه والثلاثة وبعدين بعد انتهاء كل محاولة يروح لطرابيزة الحكام يسجل المحاولة التانية هو بنفسه أو لحضرتك؟ هو أو أنا أنا بشوفه وهو بيشيل في عزم في ناقصه كام كيلو يقدر يشيله دي بقى الحتة الفنية بتاعتك وروح أنا على ترابيزة الحكام أسجل له الرقم طب انت مثلا مع الثلاثة النجحة فيهم كان فيه حاجة منهم بصعوبة؟ دايما المحاولة الأولى بتبقى خفيفة عشان تحط رجلك في المطش تحط رجلك في المطش بتثبت ذاتك وبعجبتك المحاولة التانية بتنفس على المدالية ما هي التانية أهم واحد؟ التانية باب لما كن فيهم نفسة التانية بتبقى مدالية طب سجلت اللي بقى انت الأول دخلت خد لي واحدة واحدة دخلت تلتمية اللي هي الهوف سكوات سجلت التانية إيه؟ تلتمية وعشرة زلت عشرة كيلو مرة واحدة طيب ونجحت في التانية لا أتشلتها بس خطأوها خطأوها ليه بقى؟ تحكيم طيب هنقول التانية هنقول البنش انت البنش بدأت كام 180؟ لا بداية 160 التانية 170 عشرة كيلو ونجحت في التانية طب الثالتة بقى في الباور ليفتك 180 زلت برضو كام؟ عشرة كيلو. بس انت اخفقت بس في التانية اللي هي بتاعت ايه? بتاعت السكوات. طب نخش على التالتة بقى. دخلت برضو سجلت. اه سجلت. قولي بقى التلاتة بقى. لديت لفت ولا السكوات? لا السكوات تلتمائة عشرة. دخلت اتاني. دخلت اتاني. دخلت اتاني. زي ما كانت. اه. زي ما اللي هي الرفع التانية. طب ليه ما زودتش? عشان ما عمقها هزود لو انا شلتها. ولو معي من نفسة بقى بالكرن هنطف في الميزان. هتنطف من تلتم عشرة ما زلتها عشرة. ممكن نقطة نقطة تلتم لو فهم نفسة. لو فهم مداليا. انت شفت اه انت في نقطة بقى مهمة. اه. انا المصلحتك تكون بترفع الاول ولا الاخر. ده مهم ميزانك اللي يقول. الوزن اللي انت بتختاره هو اللي بيحدد. انا ممكن كن معي من نفس بشين ميتان وسبعين. ايوة. انا عاوز اخش عليه. يبقى ابدأ ميتان واحد وسبعين. عشان. انا الاعلى. دايما. لا ثانية واحدة. ترتيب الرفع. اه. ترتيب الرفع ده. ليه يعني مهم. ايو ده هو اللي هو هو اللي بيتكسبك المديرة هو اللي يوقعك المديرة. ايوة انت بتخش بعد اللي بتلافسه. اه. اشنشوف هو جاب كام جيب على منه. اه. طيب. انت كان ترتيبك في دول كامل. يعني انا كنت هابدأ تلتونة وعشرة. لما لات اللي قدام هيبدأ ميتين خمسة وستين. لا اروح تمنزل الحل. لان انا مش محتاج ان انا اجري. اه. اخط رجلي في المطش. وبعد كده امشي على قد المطش سنة سنة. اه طبعا. اه طبعا. هو ادارة الفن. ده حدودة. اما هو بي 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 بيتقال على المدرب الفريق؟ او المدير الفني ومدير الفني ليه. يعني هي دي الفنيات بتاع المطش. واعينه ونظرته للعل ske بنهاية. مدير الفني m bijdiversКone بيدير المطش. وفي لعب بيشيل مي تلتمة وخمسن ويكسب ميتين وسبعين. لان المطش مجردش لحد تلتمة وخمسن. طب قول له كابتون. اشنان هتلع فصل عشن يستقبل ماريهان كمان بطلة بطلة 전�て. طب قول لي بقى. انت بتفكر ازاي. عايزت توصل لotine ايه. يعني انت خدت بطولة ربا المفتوحة بتقالي ده ليفل عالي جدا ده الحزام وده درق ده ده أفضل لعب أفضل لعب كمان يعني ده حزام أفضل لعب معلش ممكن تقولول على هوا كده معلش يا جماعة أنا بس أسطنع يعني الحزامة دي أنا نادرا يعني ما بشوفها عندي في البرنامج ده الحزام يا جماعة ده حزام أفضل لعب طبعا لعيبة أو لعيبة كوة البدنية حصل عليه طبعا كابت المصطفى طيب وكمان الحزام الله أكبر تقيل الحزام يعني الله أكبر تقيل طيب ده الحزام انت بقى اللي جاي ايه واللي عايز تاخده أنا خدت أفضل لعب أصعب طب ايه البطولة الأصعب من بطولة أوروبا بطولة العالم امتى تبقى السنة 2003 أوروبا سنة والعالم سنة صح لا في نفس السنة فيه في أول السنة وآخر السنة يعني انت فتاة وعشرين فيه بطولة العالم في انجلترا في منشستر في الفترة من 31 أغسطس 31 ستمبر لخمسة لخمسة أكتوبر وهل كده مصطفى يا كابتن يعني انت اتأهلت بطولة العالم يعني اتأهلت ليها ولا برضو هي مفتوحة لا لسه التجارب بتاعتها التجارب تبقى عندنا هنا تجارب الاختيار للفريق هو الرقم المؤهل ده أنا حطيته بناء على إيه أنا بصيت عملت أستمتل للثلاث بطولات سابقة بطولات عالم سيرفي للرقم اللي بتحقق كام وعملت جبت المتوسط اللعب اللي حصل على الميداليا البرونزية في كل ميزان في كل ميزان شفت اللعب رقم الثلاث الثالث بيسجل كام في الثلاث بطولات وجبت المتوسط بحيث لما اللعبين بتاعنا في التجارب ويحقق الرقم ده أقل شيء يبقى طالع على ميداليا ده حدوتها كبيرة بس خلينا تعلق فاصل أنا طبعا بشكرة كابتين مصطفى رب خليك تسلم وطبعا أنا سعيد بيك جدا ونتمنين لك كل توفيق يعني ابن مصر ويعني شب يا رب خليك تسلم نورتين وشرفتين وإن شاء الله نحتاج لبيك بطولة عالم بإذن إن شاء الله بإذن الله